للحديث أكثر عن أعمال وملتقى هذا العام معنا مباشرة من الدوحة سيد محمد حمودي وهو المدير العام لشركة سيسكو قطر لتكنولوجيا المعلومات أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمد أهلا مساء الخير أهلا حدثنا عن أعمال هذا المؤتمر وما الذي يمكن أن يقدمه من جديد لقطاع التكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات في قطر هذا المؤتمر هو الثالث الذي يصير في قطر تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهدف منه هو كمان تعريف أكثر في دولة قطر على أحدث ما توصلت إليه الشركات الإمكان الدولية والعالمية زائد الشركات الإقليمية في تطويرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة المجتمع وتفعيل الرؤية 2030 الموجودة لدولة قطر نعم عادة تحضر الشركات أو المؤسسات التي ترغب في الاستزادة من الأخبار من أجل أن تطور لديها شبكة قاعدة المعلومات أو قاعدة بيانات لديها ولدينا العديد طبعا من الأساليب الجديدة والتكنولوجية فيها فيما يتعلق بالحوسبة السحابية تحديدا هل يتم تطبيقها بشكل موسع في المؤسسات الحكومية في قطر باعتقادك أم أنها ما تزال بحاجة إلى الترويج لها أكثر لا بالنسبة للحوسبة السحابية في إقبال كبير في دولة قطر ولكن الحوسبة السحابية ميزتها أنها لازم يتم تصميمها لتناسب استعمال كل جهة وكل مؤسسة وكل شركة الحوسبة السحابية استعمالها ليس محتصر للجهات الحكومية ولكن هي لجميع المؤسسات وجميع الشركات الخاصة إن كان صغيرة أو كبيرة والجميل فيها إنها ممكن يتوفر على جميع الشركات المبالغ للتفعيل والإدارة ولكن أيضا هي بتعطي الإمكانية إذا بتم تسخيرها بشكل مناسب وبالتعاون مع الشركات العالمية والشركات المختصة لتأمين بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات وتكون بطريقة آمنة وحديثة بنفس الوقت ما هي أبرز الأمور التي ربما لفتت انتباهكم من خلال هذا المعرض؟ ربما منتج جديد، اختراع جديد، ربما الترويج إلى نظام جديد سيسهل أكثر التواصل والخدمات في قطر بالنسبة لنا أهم شيء أنه في نظرة شمولية لتكنولوجيا المعلومات لا تقتصر فقط على البنية التحتية ولكن أيضا على نظم التشغيل وعلى البرامج المختصة لكل جهة ومع البنية التحتية التركيز الشمولي والمكثف على المنظور الأمني إن كان لا تكنولوجيا المعلومات أو المنظور الأمني الرقمي ولكن أيضا كمان المنظور الأمني الجسدي اللي يتضمن كاميرات الفيديو الذكية التي تتفاعل مع الشبكات الذكية لتأمين مستوى حماية شامل نعم، الجاهزية الشبكية باعتقادك سواء كانت مطورة في مناطق عدة أو دول عدة مثل قطر، ربما مثل الأردن، البحرين حسب ما تتعاملوا أنتو وين تجدوا الكفاءة العالية؟ شو اللي بيأخر إنها تكون متطورة؟ شو اللي بيساعد إنها تكون متقدمة تقنيا؟ أهم إشي، الآن تكنولوجيا موجودة ولكن أهم إشي الكفاءات البشرية وأهم إشي إنه يكون الكفاءات البشرية موجودة وذو كفاءة عالية، وذو تدريب عالي هذه من أهم المشكلات التي تواجهنا نحن في المنطقة وخصوصا أنه في تنافس كبير بين دول المنطقة على استقطاب الكفاءات من جميع أنحاء العالم ولكن تقنية موجودة، دولة قطر دود مركز عالي حسب الولد ايكونوميك فوروم، ملتقى الاقتصادي العالمي في كفاءة الشبكة وجاهزية الشبكة لاستخدام العالم الرقمي وهل باعتقادك أن هذا يعد شيء هام جدا حتى ترتقي تلك الدول، دولة معينة عند هذه الشبكات والجاهزية الشبكية عندها عالي جدا تبقى في مصاف الدول المتقدمة خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات هو الأساس، لما يكون عندك الشبكة المعلوماتية ذو كفاءة عالية، وذو قطاقة استعابية عالية وآمنة، وفيها الطاقة للاستعمال المتزايد وفيها خطة التشغيل لحتى تقدر تتوسع حسب الاستعمال الحالي والقادم طبعا هذه هي البنية التحتية التي نسمع إليها في جميع المنطقة حدثنا عن مشاركة شركات الاتصالات في المعرض وكيف كان شكل المشاركة هل كان هناك اتفاقيات؟ سنسمع عنها هل تستمر شركات الاتصالات في قطر تحديدا في تجديد مستوى الخدمة لديها أو توسيعها أو حتى البرودباند وغيرها يعني اللطاق العريض حدثنا عن مشاركة قطاع الاتصالات تحديدا كيف كانت؟ كان في وجود قوي لجميع شركات الاتصالات في المعرض وجميع اللي يقدموا خدمات كمان البروبراند أو خدمات التشغيل طبعا هذا قطاع متجدد دائما وقطاع دائما الاستثمار فيه عالي لحتى يساعد المستخدمين إن كان جهات مؤسسات شركات خاصة أو مستهلكين على إنه يتم الاستعمال بطريقة مثلها كانوا متواجدين بقوة وبكثافة وبالتشارك كمان كان تجسيد كامل للشراكة بين الشركات الخاصة والقطاع العام في معرض كتكم وهل تعتبر قطر من الدول التي تصنف بأنها اتقلت إلى مرحة الفور جي حتى نقول إنه حتى شركات الاتصالات تتعامل مع الشبكات والبنى التحتية والاستعداد كامل لهذه التغطية الآن يعني زي ما قلت إنه قطر في مرحلة وفي تطور دائم وتقدم دائم الدور اللي وصلته أو المكان اللي وصلته مكان متطور ولكن يعني معرفتي بقطر إنه دائما هم بتطلعوا للتطور للوصول لدرجة أحسن ومستوى أعلى فالعالم كله عم بتطور بطريقة سريعة جدا وقطر متماشية مع هذا التطور نعم أشكرك جزيلا أشكر ضيفي من الدوحة سيد محمد حمودي المدير العام لشركة سيسكو قطر لتكنولوجيا المعلومات ترجمة نانسي قنقر